اهلا بكم في النشرة الاقتصادية اعلن رئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية السيد سوما شاكرا بورتي ان البنك قد خصص صندوقا استثماريا بقيمة مليار يورو لإقامة مشروعات استثمارية في كل من الاردن ومصر وتونس والمغرب بناء على تقييم سياسي واقتصادي متكامل اجراه البنك مؤخرا وقال ان البنك يعمل على توجيه موارده لزيادة رأس مال الصندوق ليصل الى مليارين وخمسمائة مليون يورو وذلك بهدف توفير الدعم لتنفيذ مشاريع هي في هذه الدول مبينا ان 80% من عمليات البنك موجهة للقطاع الخاص وادل المسؤول الاوروبي بهذه التصريحات بعد اجتماعه اليوم مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان الذي استعرض معه الاصلاحات الاقتصادية التي ينفذه الاردن والتحديات التي يواجهها وخاصة كلفة الفاتورة النفطية والجهود المبذولة نحو تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من جهة اخرى التقى الوزير حسان السيدة فالستروم الممثلة الخاص لامين عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث حيث عرض اهم التحديات المتعلقة باثر استضافة اللاجئين السوريين على الاردن وخاصة ما يتعلق بالقطاعات الخدمتية والموارد المحلية والاقتصاد الوطني وقد عبرت السيدة فالستروم عن تفهمها وتقديرها لما يواجه الاردن مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولي بدور اكبر في تلبية احتياجات الدول وعلى رأسها الاردن لتمكينها من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة بنسبة 18.16% في شهر كانون الثاني من العام الحالي الى 746 مليون ومئة الف دينار مقارنة مع 916 مليون ومئتي الف دينار للشهر ذاته من العام الماضي وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني الماضي 420 مليون وثمانمائة الف دينار من خفاض نسبته 4.1% مقارنة مع 438 مليون وثمانمائة الف دينار لفترة المقارنة ذاتها وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدر والمستوردة فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومستحضرات الصيدلة فيما انخفضت قيمة الصادرات من البوتاس الخام والفوسفات الخام والخضار أما المستوردات السلعية فقد سجلت ارتفاعا في مستوردات الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها فيما انخفضت قيمة المستوردات من البترول الخام ومشتقاته تعتزم الحكومة طرح عطاءات لشراء أدوية ومستلزمات طبية بقيمة تصل إلى 104 ملايين دينار لتغطية احتياجات القطاع الصحي العام وقال مدير عام دائرة الشراء المواحد الدكتور محمود البطيني ان شراء المستلزمات الطبية للعام الحالي سيبدأ بأربعة أصناف هي حليب الرضع والحليب الخاص بمرضى الفينول كيتونيورا وسرنجات الطبية والقفازات الجراحية هذه العطاءات التي تطرحها الدائرة لتلبية احتياجات كل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفيات الأمير حمزة والجامعة الأردنية والملك المؤسس ومركز الحسين للسرطان ويذكر أن هناك قرار حكوميا بمنح الصناعات الوطنية الأردنية أفضلية بالسعر بنسبة 15% في العطاءات الحكومية بدلا من النسبة السابقة والتي كانت 10% شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية الأردنية الأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية هو مطلب أغلبية النواب فإلى أين وصل مشروع قانون الضريبة التصاعدية؟ نتابع وإياكم التطورات المتعلقة بهذا الملف في التقرير التالي المطالبة دائما بقانون ضريبة دخل يحقق مبدأ التصاعدية هكذا يتحدث الكثير من الخبراء والاقتصاديين عن قانون يعتبر من أهم القوانين التي ينتظر أن تشرع من قبل مجلس النواب السابع عشر الحكومة من ناحيتها أرسلت مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي ليصار بعده إلى مناقشته في مجلس الوزراء من أجل إرساله بشكله النهائي إلى البرلمان الضريبة التصاعدية التي تشمل جميع طياف الأوساط التجارية تكون عادلة بحيث أن المواطن الذي دخله قليل لا يدفع ضريبة لأنه يكون أصلا مساعد ورديف لتشغيل الأيدي العاملة وبالتالي آخر السنة الأرباح تابعته لا تكون كافية لسداد حاجته أنا من المجلس السابق التي شجعت على أن يكون هناك قانون ضريبة تصاعدية حتى نرفض خزينة الدولة بمزيدا من الأموال من جيوب هؤلاء الأصحاب رؤوس الأموال الضخمة وليس من جيوب المواطن الفقير تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين هو ما أشار إليه العديد من النواب فبرأيهم يجب أن تكون تصاعدية الضريبة متعادلة باقتطاع نسب منطقية من الأغنياء والبنوك والشركات الكبرى التي تحقق أرباح كبيرة وليس من الفقراء وهذا ما نص عليه الدستور من خلال المادة 111 والتي تنص على أن على الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال المفروض أن البنوك والشركات التعدين أن ترجع ضريباتها كما كانت وكون فيها تصاعد بالضريبة بدلا تكون ثابتة وحتى يتم تحقيق وتوفير العجز المتوقع بالموازنة الإصلاح الضريبي هو جزء مهم من الإصلاح الاقتصادي فإذا كانت الدولة تريد رفض خزينتها بالمال وبطريقة عادلة فعليها أن تفرض الضريبة التصاعدية هذه القاعدة سرية في أغلب بلاد العالم بهدف تحقيق العدالة وتوزيع الثروة على الجميع غيث زعيتر لقناة رؤية في بحثها المتواصل عن نماذج الرياضيين الأردنيين الذين يحدثون فرقا إيجابيا يلمسه أبناء مجتمعاتهم أطلقت شركة إيرنس ويانج الأردن جائزة رواد الأعمال للعام 2012 وقد أعلنت الشركة عن تأهلي 15 مرشحا من 13 شركة للفوز بالجائزة نتابع وإياكم لقاء أجريناه مع السيدين عصام وعزام فخر الدين وهما من المرشحين النهائيين الشركة بدأت من أول التسعينات لمرجانا من الكويت وكان الفندق اللي إحنا فيه هلأ كان البداية إلنا بدأنا كان هذا الفندق مملوك جزئيا للعائلة وامتلكنا باقي الحصص وكانت بدايتنا بهذا المجال بالتسعين بدأنا بتطوير الفندق عملنا له رينوفيشن غيرنا رفعنا تصنيفه ومن ثم بدأت الرحلة بأنه بدأنا نشتري بيوت قديمة نحولها إلى مطاعم طبعا فخر كبير لأنه إرنستان يونغ شركة عالمية كبيرة بكل أنحاء العالم أنه هي تقدر تعمل ركوغنيشن للناس اللي موجودة وعم تحاول تبدع محليا وعالميا وهي تشجيع حقيقة للشباب الأردنيين أنه إحنا قادرين حقيقة أنه نقوم بعمل مهم مش بس فقط في الأردن أو الدول العربية في جميع أنحاء العالم وعننا كتير كتير أمثلة بهذا الموضوع بتضيف حافز كبير لأنه إحنا يعني جزء من تطلعاتنا أنه ما نوقف أبدا وندخل من المحلية للعالمية بالشغل وهلأ إحنا انطلاقاتنا صارت من عمان ولكن هنتواجهت في الخليج وفي فلسطين وفي أماكن تانية بالنسبة لأنه تقدير للمجهود اللي عملنا حقيقة وتقدير لأسرة مجموعة فخر الدين يعني فردا فردا على الإنجاز اللي عملوا وعندنا موظفين حقيقة معانا من بداية عملنا في هذا المؤسس اشتركوا في القناة